في التواصل مع الاتصال بمعنى إلى أي درجة تلاحظون أنتو كهية تنظيم الاتصالات أن شركات الاتصالات تحاول دائماً النتيب آخر ما توصلت إلي التكنولوجيا في العالم من أجل أن تقدمها أو تقدمها وتسهل عمل الإعلام فيها وتسهل تواصل مع الجمهور فيها شركات الاتصالات بشكل عام أهدفها في تطوير شبكاتها أهداف مختلفة بما فيها طبعاً لتخدم قلوات الشركات الإعلامية أو الشبكات الإعلامية لأن البناء تحتيل إذا كانت متوفرة وموجودة وأعطت الإمكانية الفنية لنقل كلها الكمل هائم المعلومات سواء عن طريق الأهوات المتحركة أو مسائل النقل الثاني فذلك بالطبع يساعد جميع الجهات المعنية وبما فيها أيضاً شبكات أو قنوات الاتصالات المختلفة أو قنوات الإعلام أنا أكد عن نقطة أنه صحيح أن هناك علاقة يمكن تكون طردية ما بين الإعلام وبين شركات الإتصالات أو شبكات الإتصالات أو حتى وسائل الإتصالات لكن لا ننسى أن الإعلام ما تطور وما انتقل النقل النوعي إلا بوجود خدمات الإتصالات الأساسية لها وشاهدنا أيضاً في أحداث العربية العربية كيف تم نقل أحداث من مواقع لحدث نفسها بوسائل مختلفة لكن كانت موبايلات هواتف ذكية طبعاً بتصوير سريع لحدث معين وتم نقلها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي والخبر وصل إلى قنوات الإعلامية التي كانت غير مصرح لها مثلاً بدخول بعض الأماكن وبالتالي صارت هناك نقلة نوعية في كيفية التواصل مع الناس وكيفية نقل الإعلام أو نقل الخبر الإعلامي هذا بنتيجة الوجود الإمكانية الفنية اللي هي شبكات الإتصالات البناء التحتية أو الوسائل الإتصالات المختلفة فكل واحدة طبعاً تدعم الآخر لأن في النهاي لما تزيد عندك المحتوى الإعلامي بالطبع راح تزيد وتساعد شركات الإتصالات بأن تكون لها مهامش ربحية أفضل يكون لها خدمات متطورة أكثر لكن في الأساس وجود هذه الوسائل التقنية وتستيسير عملية التواصل هذا أدى إلى أن الآلية التي تتم فيها تعامل مع المنهج العلامي هذا تتطور وتبتقي إلى أن كل شخص يمكن أن يكون إعلامي كل شخص يمكن أن يكون ناقل لحدث معين أو ناقل لخبر معين جميل النقطة الآخرية هي عن التطور وين كنا في الإعلام وينصرنا فيه أريد أن أضرب مثال في أنا و بنتي بنتي قبل كميون قالت لي بابا أريد إيبادك قالت لبابا عندك إيبادك لماذا تريد إيبادك؟ قالت لأيبادك في الإنترنت قالت لأيبادك في إيبادك في إيبادك في الإنترنت قالت لأيبا جديد أنت لا تعرف لأيبادك في هذا الزعطوط عملها خمس سنوات تقريباً تقريباً في ذلك الوقت موقف السؤال الآن في خمس سنوات قاعدت تناقشني بإنترنت واستخدام الإنترنت أنا لما كان عمرة 19 سنة اكتشرت الإنترنت في الجامعة أنا عمرة 19 طيب هذه بعد خمس بعد عشر سنوات إن شاء الله إذا الله عطاننا العمر وياهم بعد عشر سنوات لوين بيأخذهم الإنترنت أو لوين هم بيوصلون في الإنترنت سؤال لك شيخي بعد عشر سنوات من الحين قاعد تتكلم عن جيد يناقشك عمرها خمس سنوات يناقشك بأي فايل وش يختار ويسوي سيرت ويدخل يوتيوب ويسكر فايل على مهلا بتحفايل بعد عشر سنوات هالجيل شو بيسوي الحين يعني في العالم العربي في مدارس ما فيها وراك كلها صارت يعني أولاد أبنات اختي الواجبات كلها على جهاز آيباد أو على جهاز الكمبيوتر اللابتوب ويبعثون عن طريق الإيميل ويرجع لهم المدرس فصار جزء من الحياة بعد كم سنة هل محتاج الطفل يتعلم كيف يكتب ؟ هذا وصلت بسهولة مطلقة هل وصلنا إلى القمة؟ أو ماذا بعد؟ خصوصاً أنتم في المجال تتكلم عن Google تتكلم عن الإعلام والإعلام أنا أصلاً مهندس الإتصالات الأساس في دراسة الإتصالات والكوبيتر هو كيف تتطور وسائل التواصل بين الناس وعندما تتطور وسائل التواصل بين الناس يتطور صناعات جديدة في الإعلام لم نكن نستطيع أن نتخيلها قبل ذلك وردنا هذا الكلام على مرر السنين كان الأول للطباعة الصحف بعدين ظهر الراديو بعدين ظهر التلفزيون الناس الذين كانوا شغالين في صناعة الراديو وحسوا أن الراديو سينتهي ويندسر والتلفزيون سينتهي بعد التلفزيون جاء الإنترنت وبعد الإنترنت دلوقتي في شبكات التواصل الاجتماعي فكل ما الحاجة بتتطور مش شرط بس تطور التكنولوجيا بس برضو تطور في طريقة استخدام التكنولوجيا دي مهمة جدا وبالتالي برضو كسياسيين وأجهزة حكومية يجب أن نستفاد من التطور التكنولوجيا والتطور في طرق الاستخدام المختلفة يعني مثلاً كلنا متعودين أن في بيبقى مجلس شورى أو برنامان أو اللي هي مسالة التواصل معتادة معتادة تونس ومصر و أحد مثلاً قبل تونس ومصر دولة زي أيسلندا كانوا بيكتبوا الدستور بتاعه شعب كله شارك فيه يعني كان فيه لاجنة وكانت بتعمل بنود الدستور تحطاها على اليوتيوب والناس تعد تحط التعليقات بتاعتها وتساهم في التعليقات بتاعتها حاجة زي كده كانت غير ممكنة من قبل كده يعني أنت برضو لما تتدور معنى المشاركة بالرأي العام أمر بصير بس اتجاهين دلوقتي ما عادش اتجاه واحد جميل في تونس وفي مصر الجمهور نفسه ابتدى يعمل مواقع لكتابة الدستور والناس بتخش تبدي آراءها وتكتب فما عادش دلوقتي تقدر تقول إن البرلمان مثلا هو الخمسمائة واحد أو ستمائة واحد اللي تحت الأوب لا النايب أو السياسي المشاركة في استغل التكنولوجيا وسائل التواصل الحديث أنه يشرك أكبر عدد من الناس معه فقراراته مش حيقدر يستمر جميل فلطان عود لك بما يتعلق بنفس النقطة هذه وفتح دخل علينا بنقطة اللي كنا ناول ناقش الحين وهو موضوع التأثير على الرأي العام طبعا أكبر مثال عندنا الربيع العربي لكن إلى أي مدى تحدث عن نقطة هذه أن يتأثر أن يكون هناك تأثير متواصل من الجهتين من الجمهور إلى الحكومة ومن الحكومة إلى الجمهور إلى أي مدى استطعنا نحن نعود محليا حين نتكلم عن نهني محليا استطعنا حاليا أغلب الجهات ما شاء الله أغلبها عندما تويتر عندما فيسبوك عندما مواقف عندما تقدر تدخل عليها وشوف المسؤولين الشي يقولون لكن إلى أي مدى يتفاعل المسؤول مع هذا طبعا عندنا مسؤولينا طبعا صاحب السمو الشيخ محمد براشد الآن مكتوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد أغلبهم ما شاء الله هم متواجدين وتتوين حتى أكثر عن جهات الحكومية مع الجمهور لكن أين نحن من ذاك التواصل اللي نشوفه في العالم الآخر لا يقول لهم عالم العربي قبل خمس سنين تم اعتقاله من سجن أربعة شهور وكذا أربعة خمس شهور المهم ليش أن كان كاتب مدونة مدونة حساسة شوية عشر سعوديين لا أريد أن أنتقي بهم قال والله الأمير الفلاني والوزير الفلاني والشيخ الفلاني المهم فزعلوا الجماعة وكان فيه بعد سبب ثاني ما بغيت تخل فيه لنا حساسة شوية فلي صار لنا تم اعتقاله بس الأمر الجميل اللي صار بعد أربع سنين بعد ما تم يعني إفراج أنه جداً نشط يعني عنده ستة عشر أو ستة عشر ألف متابعة لتويتر إذا مش أكثر أنا ما تشيكت من زمان في فيضنات جدة كان فيه فشل كبير يعني في وكان فضيحة تقريباً بالنسبة كان فضيحة لأنه اللي صار اللي صار أنه كان فيه فشل اللي هو في متابعة أو في معالجة الوضع وفشل إعلامي فلسوها الأمير خاد الفيصل قال إننا نادا وعزم كذا مدون ومنهم فؤاد الفرحان اللي كان سجنوه قبل أربع خمسة زنين وقال لي يا فؤاد هذه المخطوطات مهنة وشوف هذا ما نسوي نحن نسوي هالأمور يعني وخبر الشباب على تويتر خبرهم فأنت شوف أنه رحنا من يعني مواجهة من مواجهة ومعاقبة إلى تعال أنت عندك ستة عشر ألف متابع أكثر من ما تبيع الجريدة الفلانية فوصلهم الخبر فصارت الحكومات وهذا كلام ينطبق على الإمارات وعلى كل دولة لا أريد أن أركزها فقط أن المثال يحضرني ولكن كل دولة في المنطقة نفس الشيء أولا كان في تخوف من الإعلام ووقفوا وحطوا لك عليها شرطة سرية علشان تشيك الشباب يقولون والحين صارت المسؤولين هم اللي يتابعون ويا المجتمع جميل عودك سيد محمد غيث كيف نستطيع أن نستغل وسائل الإعلام هذه يعني حاليا يعني أنتم تقدمون خدماتكم عديدة لهذه الجهات أو الشركات وما إلى ذلك طيب ما الأشياء للجهات تستطيع من خلال هذه الإمكانيات أن تفعلها أكثر من خلال تعاملها مع الجمهور أكثر لو تكلمنا في سياق المنتدى هذا ودور المسلسات الحكمية بشكل عام في كيفية تواصل مع المجتمع أو متواصل مع الجمهور هناك طبعا تغير مثلما ذكروا الإخوان في نقلة نوعية في كيفية تواصل مع الجمهور في دولة الإمارات نرى شخصيات حكومية وسياسية بارزة لها تواصل مباشر مع الجمهور نرى أيضا مؤسسات حكومية بارزة لها متواصل مع الجمهور لكن السؤال هو هل هذا التواصل لو تكلمنا عن الجهات الحكمية فقط هل هذا التواصل يكفينا؟ هل التواصل هذا هو اللي يرضينا تقريبا يعتبر شبه وحادي أن المطرف واحد الجهات الحكومية تبعث بالأخبار والمعلومات للجمهور لكن لا يوجد هناك آلية لأخذ ردود أفعال الجمهور واعتبار هذه الردود الأفعال في منهجيات عمل الجهات الحكومية وتغيير سياسات ووضع قرارات هل نشارك الجمهور في صناعة قرارات معينة منها السياسات منها تشريعات منها قوانين هل وضعنا شيء هذا ولا لا؟ أعتقد أننا ما وصلنا إلى المرحلة لكن هناك محاولة جيدة رأينا ما الذي نحتاجه سيد محمد؟ أنت تقول نحن لدينا أمكانيات كل أمكانيات موجودة سواء التواصل يعني من ومن ناحين ما عنده في تلف ونوعد تويتر وعند فيسبوك وعند إيميل وعند المسنجر وعند كل شيء فهي يعني كل حد عنده كل التواصل هو قاعد معي ومعك ونفس الوقت طيب جهات الحكومية ما الذي يحتاجه لنا لكي تتواصل والقطاع العام بشكلها قطاع الحكومة بشكل عام وحتى قطاع الخاص ما المطلوب منه وكيف يستطيع أن يفعل دورة أكثر من خلال هذه الوسالة واستغلالها على الوجه الأمثل أعتقد أنكم منصفين المطلوب من الجهتين سواء كانت الجهات الحكومية المستوات الحكومية أو حتى الجمهور يعني العامة يعني لماذا؟ لأننا لازم إحنا الاثنين نكون على نفس مستوى النضج الفكري أساساً نعرف أننا ما هي المسؤوليات الجهات الحكومية المستوات الحكومية ومسؤوليات المجتمع تجاهل المستوات الحكومية لن نطرح قرار معين أو قانون معين أو سياسة أو تشريع معين مثلاً الجهة الحكومية ويتضرحها يجب أن نضج الفكر يكون موجود عند الطرفين حيث أن المؤسس الحكومية لا تخاف من أن السياسة تكون مكشوفة أمام الكل السياسة تكون فيها شفافية فيها إنصاف فيها عدل في نوع من أخذ آراء الجمهور بعين الاعتبار في نفس الوقت الجمهور يجب أن يكون عارف أن السياسة هذه موجهة للشريحة الأعمة للمجتمع الأهواء الشخصية لا تدخل فيها في الحسبان مصالح شخصية أو أعداءات شخصية لا تدخل في الحسبان أمور مثل هذه تحتاج إلى فعلاً نضج الفكري يجب أن نصل لنا في الأثنين على نفس المستوى يعني لطرفين حيث أن نستطيع نصل إلى آلية معينة لأخذ آراء الجمهور في صياغة قرارات معينة للمؤسسات الحكومية إذا وصلنا إلى هذا فعلاً نكون بنائنا حضارة وصلنا إلى مرحلة حيث أن المؤسسات الحكومية مفتوحة من ناحية القرارات والإجراءات لدرجة أن أي مواطن أي مقيم على أرض الدولة له الحقيقة في أن يبدأ رأي معين مثل ما هو حالياً له حق بأنه يعطي يعني قدم شكوى نعم حالياً في كثير من المؤسسات الحكومية بحسب معرفتهم التواصل معهم عندهم وسائل التغذية الراجعة من الجمهور فيما يتعلق بالشكاوي والمقترحات لكن سنتحدث عن مرحلة أرقم ذلك نتكلم عن وضع السياسات وتشريعات القوانين ليست الشكاوي والمقترحات فقط نبقى نشارك الجمهور في صياغة القرار التي تكون مسؤولة عنها للمؤسسة الحكومية جميل إذا أنت تبقت مع سيد سامير في نفس النقطة نحب بس عقب على النقطة هو مبدأ الاستشارات العامة أو نسميها البركاتب هذا مبدأ مهم جداً وريدت نعممه في كافة الدور الحكومية ودايماً من أكثر الدور الحكومية التي تستخدمها هو أجهزة تنظيمة الصلاة يعني دائماً أجهزة تنظيمة الصلاة قبل ما مثلاً تفضي ترددات أو تعمل مثلاً رخصة محمول أو حاجة زي كده لازم بتصدر استشارة عاما بوبلك كونسلتيشن وبتدعو الشركات المتخصصة أنها تقدم آراءها فيها والله الشركات تقول إحنا التكنولوجيا رايحة كده أو والله الترددات دي مش هنقدر نستخدمها ما هيش مربحة فالمبدأ ده ممكن ناخده في كل نواحي الحياة ما هيش مربحة في كل نواحي الحياة تستخدم المبدأ الاستشارات العامة في التعامل مع الجمهور في بعض دوائر الحكومية بتحجي معاً كده لأنها بدأت بأنها تحط مثلاً مقترحات على فيسبوك أو على تويتر وتجيلها تعليقات كتير ونقد كتير فطبعاً أونلاين يعني يعني سقف التوقعات وسقف النقد بيبقى عالي جداً لازم يكون فيه ساعة صدر وتقبل لي في نفس الوقت لازم يكون فيه أليات برضو علشان تقدر تحول الطاقة الجمهور دي إلى قوة مبدعة وتقترح حلول يعني بدل ما تكون ساحة لتبادل وجهات النظر تكون ساحة لتفعيل الأمور وتقترح حلول بدل ما هي بس مجرد يعني النقد النقد مهم وتقبله مهم ومطلوب بس برضو فيه أدوات مثلاً بتخلي الناس تقترح وتفوت على إيه المقترحات المهمة والحلول سؤال أخير للسلطان القاسمي ما يتعلق بموضوع الجمهور مثل سيد محمد و سيد سمير أثنين أكدوا على موضوع وعي الجمهور وثقافة الجمهور تبادل الجمهور رأي معلها مع الحكومة تكلم دون صار لك فترة طويلة ولك فلاور كثيرين في رأيك نحن في العالم العربي إلى أي مدى أصبحنا من الثقافة والوعي أن نستطيع أن نساهم ونشارك في تغيير بما يحصل الآن أين وصلنا من الوعي وإذا كان الوعي أقل من المطلوب ما الذي نحتاجه لنصل إلى ذلك الوعي والتثقيف الذي يؤثر إجاباً سواء على خدماتنا أو على حياتنا أسف ممكن أفضل من المستوى الذي فيه لحين عندنا مشاكل مثلا في بعض المسؤولين تفتح الحساب على تويتر ويغرد على كيف يعني يتعلق لك فضايح ساعات يجعل لك مشاكل ويدول جوار يبدأ رائع عندك مسؤول هنا في الإمارات طلعوا لك تفريحات عجيبة عنده الثاني هيف بدون ذكر طبعا ثاني فهذا غريب أن يتكلم هالأمور لأنه فيه سياسة دولة خارجية فهو ما لحق فالوعي أو حتى الصحافة الخارجية يقولوا تعال هذا فلان فلاني هذا يمثل رأي الحكومة هذا شيء غلط عندك مثلا بعض الأفراد عندهم أسم مثلا أسمهم الأخير هو أسم الإسر الحاكمة أو كذا يطلع لك تغريدات غريبة ويمثل يعني ويقولون هذا يقرب حق فلان أكيد يمثل رأيه فهذا يصارت في الخليج كثير فأولا دعنا ركز علينا نحن هنا في الإمارات أين نحن من هذا الوعي لعند تلاحظ من الفولورز وليك متابعين أبأ أخذ رأيك أنت كشخص يعني كما دونك تروني لك فترة طويلة وكلك متتابعين لأي درجة لاحظنا أنه عندنا الوعي اللي نستطيع أن نشارك ونغير فيه ونبدأ رأينا ونقدر نشارك فيه رأيك طيب العالم العربي خلاص سأتقول سابتك بشكل خلاص العالم العربي بس سلطان أنا أختلف معك تماما أنا مقتنع أن المستخدمين في العالم العربي يعني أنضج مما نتخيل يعني شفنا أمثلة في مصر وفي تونس ناس ما كنتش تتخيل أن دي ممكن تتفاعل مع السوشيال ميديا أو يبقالها أراضي زيدي والفيديوهات بتنتشر بالملايين يعني أكتر ناس متفوقين يمكن في العالم العربي السعودي يعني السعودينا بيعملوا فيديو بتلاقي المشاهدات بالملايين يعني في مصر مئة ألف متين ألف تطمئة ألف بكتير إنما يعني شفنا الشباب السعودي يعني ما شاء الله يعني قمة في الإبداع وبيانتخد وبيشارك وبيحط سياسات وبيقترح علول وكل حك يعني أنا يعني أنا هناك واعي جديد أسر الشباب والأجيال اللي طالع يعني بتفكر في طرق جديدة ومبتكرة في استخدام الأدوات يعني إحنا ما ما نشوفهش وكل يوم بنتشوف حاجات جديدة في كل الدول يعني ما يعني ما ما قدرش أقول لا 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 الحتة دي ما فيهاش حد بيعرف استخدام الميديا جميل صعب سنطان عندك شي تعاقب علي أكيد طيب جمه هنا كريم هذا بالنسبة لكلام الحين نحين ننتقل إن شاء الله أسألتكم عندنا حوالي ربع ساعة حلوين الحمد الله فلا الأخي لجد داما بس المكرافون بس المكرافون بس المكرافون إن شاء الله ما نحاول ناخد كتر ما قدر أخواني باختصار السؤال أو حتى تعقيب السلام عليكم اسمي ياحي خالد اسمي ياحي خالد سؤال لأخ سلطان رغم إن الجميع بدأوا المعلومات والصور عبر الرسائل أنا الآن معني في الوطن العربي بطريط في هذه المرحلة بتبادل المعلومات والصور بتواصلوا عبر الإنترنت إلى آخرين لكن لحد الآن من نبض الشارع بحث إنه لازالت وسائل الإعلام التقليدية إلى مصداقية أكثر رغم إنه العالم على فكرة يتداولها وينشرها لكن قالت تلفزيون قالت الجريدة لكن هذا كلام الرغم إنه أنا طبعا أنا ما بدي أحكي رأيي الشخصة أو موقف الشخصي هون لكن أنا بثير سؤال للأخص يعني لازال هناك ثقة كبيرة في وسائل الإعلام التقليدية هل هذا كامل في العقلية التقليدية إن في المجتمع العربي أو لأنه فيها نوع من الحرية وإحنا قد نكون ما تعودنا على الحرية فنرجى الوسائل التقليدية وإلي سؤال برضو للأخ سلطان ولي بحب شارك فيه من الإخوان يعني بسعدني سؤالي هو هل وصلنا إلى قناعة في الوطن العربي أن نكون شفافين كمسؤولين في تواجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي وفعلا هذه هي صورتنا الحقيقية أم أسلوب من أساليب العلاقات العامة ما فيك تهرب من الإيجابية شكرا شكرا